ناس مات من جمالة أن كل الخبراء مختلفين في الموضوع ده لا مش اختلاف أمال إيه طيب لا لا بص حضرتك لازم نوضح من فرق بين سيناريو ومعلومات حقيقية فعلية تمام معلومات حقيقية فعلية يعني أنا عندي بيانات ومن خلال البيانات دي بنتنبأ بما هو آتي لعشرة أيام قادمة ده على مستوى العالم فقط عشرة أيام بس فقط يعني ما يفعش أقول إن الشتة الجاي ده ساعت بي أتوقع دكتور يقول إيه إن الشتة الجاي وإحنا لسه ما دخلنا الشتة ده الشتة الجاي هيكون هو الأكثر صعوبة والأكثر برودة لا دي قولي سنة عن سنة ما هو آمن رحمة برضو أنا لسه هكامل طيب فلط اللي أقدر أقول إن الشتة ممكن يبقى شديد البرودة بس فيه في عوامل مؤشرات تقول إن المدن الساحلية أكثر المدن عرضة للزواهر الجوية المتطرفة ليه لأن عندنا فيه قياس لدرجات الحرارة وهي مؤشر لعنف الظواهر الجوية ففي الارتفاع في درجة حرارة الأرض والصيف السنة دي كان أشد حرارة بسبب ما رصدناه من ظاهرة النينو الظاهرة النينو دي ظاهرة بتاعت السمحين تليدي هي مؤشر لارتفاع درجة الحرارة وبالتالي كان صيف 24 كان أشد حرارة هل ده معناه إن الشتاء هيبقى شديد البرودة في مناطق ومناطق مختلفة؟ لكن على مستوى العالم قصد درجة الحرارة دي ممكن تبقى في أوروبا مخفضة وفي المناطق العروض الوسطى مرتفعة شوية وفي المناطق المدارية زينا كده في المناطق العربية تكون أعلى درجة حرارة فما بناخد متوسط درجة حرارة الأرض لو هنا زي ده أربع درجات وفي العروض الوسطى اللي هي جنوب أوروبا زي ده تلت درجات وفي أوروبا نقص درجة يبقى المتوسط العام عندي بقى ارتفاع مش أربع درجات ولا انخفاض درجة هنا يبقى متوسط عام دركتين بتاخد متوسط عام وبالتالي ما يصار على شبكات التراصل الاجتماعي هو مش حقيقة هو سيناريو محتوط نتيجة إيه؟ إن أكبر طاقة مخزنة من الحرارة في المسطحات المائية المسطحات المائية محتوصة بدرجة حرارة الأرض بتمتس درجة حرارة وبتشعها تاني لكن المية بتمتس درجة الحرارة وإن تلتين الكرة الأرضية مسطحات مائية فبتاخد تلتين الطاقة الشمسية وبالتالي المسطحات المائية لما بيحدث عليها زواهر جوية بتكون عنيفة هل وارد يحدث في البحر المتوسط عنف في الزواهر الجوية؟ أيوة لأن درجة حرارة المسطح المائي في البحر المتوسط هذا العام ارتفع الدرجة عن الأعوام السابقة يبقى بالتالي لما تيجي ظاهرة جوية هتحدث في البحر المتوسط هتبقى شديدة هي هتحدث بين بس في المغرب ولا في سواحل جزائر ولا في سواحل ليبيا ولا في مصر هنا ده طاقة منخفض جاوي لو فقد الطاقة بتاعته كلها فوق سواحل جزائر لما يجينا عندها يكون صدي ما يأثرش جامل علي لكن لما يكون جاي ضعيف وخد قوته في المية هيوصل عندي عنيف دي نقدر نعرفها إمتى قابليها بعشر تأيات لكن كسيناريو كل المسطحات المائية الموجودة في المناطق المدرية والمناطق تحت المدرية اللي هي زي البحر المتوسط أو المحيطات اللي تحت هتبقى عنيفة وعنيفة مؤثرة جدا إذا أن الولايات المتحدة الأمريكية معرضة لعاصير قوية الصين معرضة لعاصير قوية عصير يعني إيه بها؟ عصير دي مش منخفضات جوية عادية عصار يعني مدمر يعني رياح عاتية يعني فيضانات عارمة يعني صحب ركامية رعضية توقف حركة طيران كل مصر جلال تام جلال تام وده بيكون في المناطق المدرية والإستوائية إحنا بؤاد عنها ترجمة نانسي قنقر